موسيقى الآن نشرة الأخبار مع زينة جمول أهلا بكم إلى السادسة من الفلوجة نستهلها بالعنوين موسيقى بعد نحو 180 ساعة على الزلزال عالقون يولدون من رحم الأنقاض والمحافظات المحررة تغيث المتضررين موسيقى السفيرة الأمريكية تضيف لمساتها على الموازنة العراقية رومانوسكي تؤكد نريد موازنة سليمة تنفع العراقيين موسيقى تواقع نيابية تثمر قانونا موحدة البرلمان يدمج قانون الانتخابات التشريعية والمحلية وينهي قراءته الأولى موسيقى أهلا بكم إذن البداية من آخر تداعيات الزلزال المدمر إذ تجاوزت الحصيلة الإجمالية للقتلة 34 ألفا بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في تركيا وسوريا وفي اليوم السابع للزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي تجاوز عدد القتل في تركيا 30 ألف شخص وفي عموم سوريا فاق عدد القتل أربعة ألاف وخمسمائة شخص فيما أعلنت فرق الدفاع المدني انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال وبعد مرور أسبوع على زلزال كهرمان مرعش المدمر أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين في الولاية ذاتها بقوة 4.1 و4.6 درجات كما سجل المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل 70 هزة أرضية في تركيا خلال اليومين الماضيين تراوحت قوتها بين 3 و4.7 درجات وقال خبراء إن الهزات الارتدادية من الممكن أن تستمر لأسبوع آخر حتى عودة الطبقة المتحركة من الأرض إلى مكانها هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة لمناقشة التطورات وسرعة الاستجابة الإنسانية للمناطق التي تضررت من الزلزال وتزامناً عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش عن أمله بأن يتم السمح للمنظمة الدولية باستعمال معبر حدودي آخر بالإضافة لمعبر باب الهوى مع تركيا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا وسط استمرار الجدل بشأن ما وصف بالإخفاق الدولي في إيصال المساعدات للمتضررين هذا وأطلق ديوان الوقف السني في محافظة صلاح الدين حملة مساعدات كبرى لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا وشملت الحملة جمع المساعدات المادية والعينية فضلاً عن المواد الغذائية والمستلزمات الطبية كما أطلق ناشطوء المحافظة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات من الشريحة الميسورة وإرسالها لمتضررين الزلزال في سوريا وتركيا أطلق ديوان الوقف السني الحملة الكبرى لإغاثة متضررين الزلزال في سوريا وتركيا ولمديرية الوقف السني نصيب كبير من هذه الحملة المباركة فقد وجهت من خلال مساجدها وتوابعها بجمع التبرعات المالية والعينية لمتضررين الزلزال في البلدين الذكرتهما والحملة مستمرة بإذن الله وشملت مبالغ مالية ومساعدات عينية متطوعين وناشطين مدنيين في سامراء لجمع التبرعات على السوشال ميديا ومثل ما تشوفون هاي التبرعات اللي موجودة هي صارت لمدة يومين وأكو تبرعات إضافية بدعم من الخيرين ولا زالت التبرعات مستمرة بعد التنسيق اللي حصل مع منظمات العراق نتجهز التبرعات ولا زلنا نستلم تبرعات حتى تطلع إلى سوريا ونحن أيضا رح نكون متواجدين وسند ودعم مادي ومعنوي في مدينة أنطاقيا جنوب تركيا لم يفرق الزلزال بين مسلم ومسيحي فالابتلاء واحد لم يسلم منه أقدم جامع هناك ولا حتى أقدم كنيسة المزيد في التقرير التالي زلزال القرن لم يفرق في ابتلائه بين جامع وكنيسة هنا أنطاقيا وحدة من أشد المدن التركية تضررا بزلزال تحول أقدم مساجدها وأقدم كنائسها إلى أطلال أحباب هذا الجامع القديم المحطم محطمون نفسيا عاجزون عن التعبير حزن عميق وروح بالكاد تلتقط أنفاسها فهم الذين نشأوا في كنفه وناموا واستيقظوا على صوت أذانه وهو نقطة انطلاق حجيجهم إلى مكة المكرمة كل عام هذا المسجد يعني الكثير بالنسبة لنا في كل محافظة مسجد الحبيب النجار هذا ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا كمسلمين في ليلة القدر كنا ناتي إلى هنا للصلاة كما تعلم نحن نؤمن بالأشخاص المباركين في جميع القرى هنا هذا المكان يعني الكثير بالنسبة لنا لقد كان ذا قيمة كبيرة لنا جميعا اعتاد الناس أن يزوروا هذا الجامع أولا قبل أن يذهبوا للحج إلى مكة على مقربة منه وعلى غرار المسجد الكنيزة القديمة في أنطاكيا لم تثبت هي الأخرى أمام الزلزال لتثبت أن الإبتلاء لم يفرق بين مسلم ومسيحي إلا بالصبر عليه ومجالدة آلامه النفسية والمادية واجتياز هذا المصاب التاريخي الذي ألم بتركيا وسوريا لسوء الحظ لقد تدمرت الكنيسة بفعل الزلزال سقطت جميع جدرانها وهي ليست في حالة صالحة للصلاة للأسف أنطاكيا في ورطة كبيرة نحن حزينون للغاية نحن في يأس كبير لدينا خسائر كبيرة فقدنا حوالي نحو خمسة وثلاثين شخصا من مجتمع كنيستنا أنطاكيا المدينة الواقعة جنوب تركيا والتي يبلغ عدد سكانها نحو مائتين وخمسين ألف نسمة تحولت أجزاء كبيرة منها إلى أنقاض غير أن أهلها وسلطات البلاد عازمونا على عبور هذه المحلة التاريخية بكل إرادة كما عبروا سابقا شدائد لا تقل صعوبة عن مصاب الزلزال أعلنت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي مشاركتها باجتماع إعداد الموازنة العامة لعام 2023 مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي وقالت رومانوسكي في تغريدة لها إنها انضمت إلى شركاء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق باجتماع مع اللجنة المالية وأضافت أنها تدعم ميزانية سليمة تستثمر في البنية التحتية وتحقق الاكتفاء الذاتي في الطاقة والقطاع المالي لدفع الاقتصاد العراقي إلى الأمام وتعود بالنفع والفائدة على العراقيين في الأثناء بحث وزير الخارجية فؤاد حسين والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي الأوضاع في المنطقة ومباحثات فيينا المتعلقة بالملف النووي الإيراني وأسباب توقفها وثمن مالي دور العراق في تعزيز العلاقات بين الطرفين وعمله على إنهاء المشاكل الأقليمية مشيدا بالجهود المستمرة للدبلوماسية العراقية في مبادرات عدة أهمها العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة في المقابل أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري استمرار مسار الدبلوماسية لإعادة العلاقات بين طهران والرياض إلى طبيعتها مرحبا بدور الحكومة العراقية في استكمال العملية السياسية من خلال عقد خمس جولات من المفاوضات في هذا الإطار وأضاف جابري أنصاري تعليقا على زيارة روبرت مالي للسعودية أن طهران لا تتدخل بالعلاقات الثنائية بين الدول وأن المهمة بالنسبة لها هي القضايا الأقليمية استمرار المباحثات الدبلوماسية لإعادة العلاقات بين طهران والرياض وعودتها إلى طبيعتها كما نرحب بدور الحكومة العراقية في استكمال العمليات السياسية وعقد خمس جولات من المفاوضات مع السعودية أما بشأن زيارة روبرت مالي للسعودية فإننا لا نتدخل بالعلاقات الثنائية بين الدول لكننا نهتم بالقضايا الأقليمية إلى شأن آخر إذ أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة إلى خارج البلاد في بغداد وذكر الجهاز في بيان أنه استمرارا لجهود جهاز الأمن الوطني بملحقة شبكات تهريب العملة والمضاربين بالأسعار ألقت قوة من الجهاز في بغداد القبض على المدعو رامي حسن ناصر والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق تشهد حركة الأسواق في أقليم كردستان ركودا ملحوظا وضعفا بالقوات الشرائية للمواطنين نتيجة التذبذب في أسعار صرف الدولار بين الارتفاع والنخفض فيما تتعالى دعوات المواطنين بضرورة تشديد المراقبة منعا للاحتكار ومحاربة للمضاربات النقدية ها هي أسعار سعر صرف الدولار في أربيل تذبذبات والتقلبات حالها كحال بقية المحافظات الأخرى لتصيب الحركة التجارية بمقتل لأن عكس ذلك سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين أربك ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الحركة التجارية في أسواق أربيل وحسابات المواطنين والتجار الدينار والدولار ما يزالان في صراعن دائم تصيب ضرباته الأسواق وترديها في هاوية الركود ويأن منها أصحاب الدخل المحدود بعد أن ضعفت قوتهم الشرائية مع خسائر كبيرة تكبدها للتجار من تسعين لحد الآن سعر الدولار ما يواقف بالصراحة فترة واقف قبل تقريبا أربع سنوات خمس سنوات تقريبا شوي استقرار أكو بس بنسبة هذه الموضوع هسا هذه الوقت ما يواقف يعني كل يوم سعر هسا لحد لو ما يقف الأسعار هاته بضعات القديسات واقع مضطرب زاد من سخط المواطنين وقد يسهو الوضع أكثر إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه فالمواطن هو المتضرر الوحيد الذي انتشل من أزمة لياغرق بأزمة أخرى والله الناس كلها تعبانين حتى حالة نفسية حالة دهنية كل شي يعني تعبانين كل لحظة نازل ساعة نازل ساعة حتى وقف الشغول نحن ما عدنا أي شيء بمملكتنا كل يجي من برها ومن يجي من برها كل بالدولار يجي والدولار مقابل دينار يصعد يعني جثير جثير ولكبح جماح ارتفاعي أسعار الدولار يسعق لمكردستان إلى افتتاح البنك الوطني بانتظار الحصول على ترخيص من قبل البنك المركز الاتحادي الذي سيسهم في تنمية العمل المصرفي وسيحد بشكل كبير من ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية في الإقليم هنا إذا تأسس بنك حكومي تابع إلى وزارة المالية في بغداد بإشراف البنك المركزي سيكون مشمول بإقراض الـ 12 تريليون دينار سيكون مشمول لإقراض المشاريع الكبيرة صناعية، زراعية، خدمية إلى آخر بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل شنت القوات الأمنية والجهات المعنية حملة ميدانية لكبح جمح المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في سوق النجف بالإضافة لمتابعة شركات الصيرفة منعا لمضاربات العملة التي ترفع أسعارها حملة ميدانية شنها الأمن الوطني والاقتصادي على المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في النجفة إذ تهدف هذه الحملة إلى محاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية ومواجهة تأثر السوق بتذذب سعر صرف الدولار فيما أشار اقتصاديون إلى أهمية هذه الحملات للقضاء على فرق سعر الصرف بين الرسمي وسوق الموازي مدى انعكاس انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على المواد الغذائية والخضار والعلاجات والمستلزمات الطبية والدوائية على المواطن العراقي البسيط ثبتنا عدة مكان من خلل سوف يتم النظر بها كذلك هناك مقترحات سوف تدعم التاجر والمستورد وهذا الأمر سينعكس بالمحاصلة على المواطن البسيط كل هذه الإجراءات والأمور تخذت بنظر الاعتبار سيرفع محظر مشترك نحن والجهات المعنية إلى الجهات العليا في الدولة لغرض انساف المواطن وشعبنا الفقير طبعا هو اليوم بعد الخفاض سعر صرف الدولار من أيام بدت تلاعب الأسعار من قبل التجار نحن نعرف أنه كل ما يصعد الدولار كل ما ترتفع الأسعار وهي بمكانها اليوم بعد الخفاض سعر الدولار بدأت هناك جشع من التجار للتلاعب بالأسعار هذه الحملة التي يقوم بها الآن الأمن الوطني هو لاستقرار هذه الأسعار طبعا السعر الموازي مع سعر الصرف تعرف اليوم السعر المركزي يختلف عن السعر عند التجار فالتاجر يحاول اليوم أن يتلاعب حتى تكون من مصلحته فهذا جشع بالتالي يصب بصالح التاجر ضد المواطن بدورهم طالب تجار بوضع آلية محددة لهم للعمل كون الأسعار المتذبذبة لسعر صرف الدولار كبدتهم خسائر مالية كبيرة فيما يناشد المواطنون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع الحلول المناسبة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يوجد آلية نشتغل عليها السعر الصرف متذبذب يعني تجي البضاعة بالدولار التبشري تكسر ما تعرف تكسر 160 تخسر تكسر 140 تخسر تكسر 150 تخسر فالآلية محددة نقدر نستغل عليها اليوم تمام؟ نشترب العراقي نخسر نشترب الدولار نخسر فياريت من الدولة تخلي لها برنامج سلم اقتصادي تستغل عليها هذه الدولة وتحتى تحل مشاكل الناس نطالب من الجهات الرقابية بأن تشاهد وضعنا يعني احنا عمال كسبة أنا يوم 15 تجي لبطال الزيت سائد 3000-4000 تجي لتنمين صاعد لشكل صاعد مواد الغذائية على العموم كلها صاعدة يعني احنا كسبة شنو حل تطونا صورة حل كل صورة حل مهمة ويرى مراقبون أن الوضع قد يزداد سوءا في الأيام القادمة إن لم تتم السيطرة على السوق الموازي كونه بدأ بالمساس بقوة أصحاب الدخل المحدود بالدرجة الأولى من النجف طهر العساف قناة الفلوجة أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بعد دمجه بقانون الانتخابات التشريعية كما صوت المجلس خلال جلسة اليوم على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري بالإضافة إلى إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون إدارة المصادر الوراثية الحيوانية فيما رفع المجلس جلسته حتى إشعار آخر تواصل القوى السياسية حواراتها المكثفة لتعبيد الأرضية القانونية والإدارية قبل إعلان موعد انتخابات مجالس المحافظات فيما يحتدم الجدل حول فقرتي النسبة المعتمدة باحتساب الأصوات وفق نظام سانت ليغو وتقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة الوحيدة تتثق أغلب الكتل السياسية داخل البرلمان على الإسراع بالتصويت على قانون مجالس المحافظات الكتل تتجه لواحد فاصل سبعة من قانون سانت ليغو للتصويت عليه أن تكون المحافظة دائرة واحدة بحسب نواب المعطيات واللي رشح من الأخبار أنه رح يكون على قانون سانت ليغو متوقع واحد بوينت سبعة وتكون المحافظة دائرة واحدة انتخابات مجالس المحافظات التي قرر موعدها في العاشر من تشرين الأول يرجح نواب أن تؤجل إلى نهاية العام أو بداية العام المقبل بسبب بعض الجوانب الفنية التي تخص عمل المفوضية وتمويلها المسألة تتعلق بالجوانب الفنية أكثر مما هي اليوم تشريعية استعدادات المفوضية قابليتها، إمكانيتها، تحديث البيانات، سجل الناخبين وأيضا طريقة التصويت واختيار المراكز والتهيئة اللوجستية من أجهزة ومعدات وأحبار وكذلك أيضا استمارات للتصويت هذا الأمر يتوقف على أيضا تمويل داخل الموازنة وسط ذلك كله تطالب أطراف سياسية بالاستفادة من أخطاء الماضي ووضع آليات حتى لا يتكرر الفساد الذي استشرى وإعطاء المجالس مساحة أكبر لمعالجة القضايا العالقة في المحافظات بعد ضياع العديد من الصلاحيات بينها وبين الحكومة المركزية من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولجنة التربية والتعليم النيابية المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية في مقدمتها قضية اطباعة الكتب المدرسية فيما وجه بتنفيذ قانون منحة التلاميذ للعوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها المتعلق بتحسين واقع التربية والتعليم وتطوير المناهج مؤكدا حاجة محافظات العراق إلى ثمانية آلاف مدرسة لمواجهة الأزمة الراهنة أكدت هيئة النزاهة صدور أوامر قبض واستقدام بحق أربعة من أعضاء مجلس النواب الحالي على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء جاء ذلك في بيانا لهيئة النزاهة كشفت فيه حصيلة أوامر القبض والتحري التي طالت تسعين شخصا من أصحاب الدرجات العليا خلال الشهر الماضي وكانت هيئة النزاهة أصدرت بيانا أشارت فيه إلى التحقيق مع أحد النواب لتورطه بالاستلاء على عقود وزارة التربية لاتباعة المناهج المدرسية عبر شركة أهلية لاتباعة يمتلكها خارج العراق وأكد بيان النزاهة إصدار قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصة بالنظر في قضايا الفساد أمر استقضام للمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية لتورطه بعقد فساد مع شركة الوراق المملوكة للنائب والذي تم استقضامه أيضا للتحقيق في العقود التي شابتها العديد من المخالفات وتشير إحصائيات ديوان الرقابة إلى أن حجم الفساد المقدر في عقود اتباعة التي يستحوذ عليها النائب المتنفذ تقدر بمئات ملايين الدولارات يحيي العراقيون الذكرى الثانية والثلاثين لمجزرة ملجأ العامرية في العاصمة بغداد التي ارتكبها الجيش الأمريكي في مثل هذا اليوم عام 1991 وراح ضحيتها مئات المدنيين بينهم ثلاثمائة طفل وامرأة ففي مثل هذا التاريخ شن الطيران الأمريكي قصفا مكثفا استهدف الملجأ الذي يعد واحدا من أبرز الملاجئ التي كان يحتمي فيها العراقيون من الغارات الأمريكية التي كانت تشن خلال حملة عاصفة الصحراء التي شنتها الولايات المتحدة ضد العراق طالبت العائلات العائدة من النزوح في مدينة الموصل وزارة الهجرة والمهجرين ومحافظ نينوى بالعمل على أقرار تمليك الشقق الممنوحة للنازحين ضمن المشروع الذي مولته الحكومة اليابانية والذي يتضمن بناء تسعة مبان في الموصل جاء ذلك خلال حفل تسليم الشقق للنازحين العائدين ضمن مشروع دعم الإعمار وبناء المدن في محافظة نينوى وعبر سكن الشقق عن خوفهم من موجة نزوح ثانية بعدما تم منحهم الشقق السكنية لمدة عامين فقط وقال محافظ نينوى نجم الجبوري إن بعض الشقق منحت لغير مستحقها مضيفا أن المحافظة تدرس العمل على قرار تمليك المستحقين لا هم باقين بالشقق وإحنا ندرس يعني إن شاء الله تبليك هذه الشقق لهم لكن للحقيقة يعني قسم من اللي أخذوا الشقق ظاهرهم مو بحاجته والدليل أنه مئة واحد منهم قفلوا الشقق وطلع ولذلك إحنا طلبنا من الأخذ القام مقام يجرد إحنا نريد هذه الشقق للناس اللي فعلا محتاجيها نعتبر بناء هذه الوحدات السكنية مع الأمم المتحدة من الحقيقة من المشاريع الحيوية والمهمة جدا واللي هي من الحلول الدائمة والمستدامة حقيقة لإنهاء ملف النزوح وأغلبية التحديات اللي موجودة الآن في المخيمات والنازحين متواجدين في المخيمات أكبر تحدي لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصدية هو وجود دار سكن يليق بهم والحمد لله جئنا هنا سوينا عودة للهجرة والمهجرين قالوا وطلع أسمكم بالشقق أجينا هنا لما قعدنا ارتاحينا الحمد لله والشكر الله يطيل الشعب الياباني حل علينا وطلعنا هاي الشقق بس اتفاجعنا في هذا العقد سنتين يقولونوا تطلعون زين احنا وين نروح وين نطوي جينا وش نطالب هو بس نطالب أن نتملك هاي الشقق نتملك هاي الشقق ونقعد بيها والحمد لله نقول سترحال وهذا احنا نطلبه منذ تسع سنوات تعلق عشرون ألف عائلة نازحة في محافظة صلاح الدين تعلق أمالها بالعودة إلى مناطق سكنها فيما تفرض النزاعات المجتمعية وغياب التعويضات شروطها أمام عودة آلاف النازحين المزيد في التقرير التالي نازحوا منطقة القراغول في قضاء الدجيل في صلاح الدين يعودون للديار بعد فراق لتسع سنوات من النزوح بمساعدة الصليب الأحمر الذي قام بإعادة مائة وستة وعشرين منزلا بالإضافة للخدمات الرئيسية الأخرى وهناك مراحل إعمار أخرى قد تشمل مناطق محررة من المحافظة في منطقة القراغول قمنا بإعادة أعمار لحد الآن مئة وستة وعشرين منزل في المنطقة اللي مئة وستة وعشرين عائلة وحاليا نشتغل على محطة مي اللي راح تخدم قريتهم قرية القراغول وقرية مجاورة اللي هي قرية الجمهورية بالإضافة إذا ذلك كانت أكو مشكلة بالمدرسة اللي هي كانت مهدبة مدرسة البسمة الابتدائية أعدنا نعمارها كذلك والآن رجعا ثلاثمية وستين طالب إلى هذه المدرسة غيرها من النشاطات اللي هي توفر دخل منحملية للنشاطات الاقتصادية والزراعية طرعنا قلنا كو ديرتش أيام معدودة من رجع ما عدنا شي لما رحنا وتسع سنين ومع جينا هذي اللي جينا لما جينا هاي حالة بيوتنا وهاي لقيناها كنا انفجرة وكلنا هنا خلاص لا لقينا حلال لا لقينا سياراتنا لا لقينا بيوتنا لا ظلنا رحنا جينا حفاي الأمال تتجدد لدى أبي علي الذي ذاق الأمرين من التهجير والتجاهل هو كثير من النازحين فعند سماع أخبار العودة أو إعادة الإعمار تعطيهم جرعة الصبر والأمل بأن يصلهم الدور في العودة إلى ديارهم تأمل من الله ومن هالمنظمة تختار علينا منظمة دولية منظمة عراقية وتبنعنا كل واحد في غرفتين في الثلاث غرب كل عائلة ونسكن ونردوا كهرباء وما عيوننا احنا مو نفرح وعيوننا بيض يساونا يبنونا ببيتات ونروح نسكن ونمكرنا بديارنا ونعيش مثل الوادم هاي تسع سنين هذا حالنا انتوا شوفوا بعيونكم قرابة عشرين ألف عائلة من صلاح الدين لم تشملهم العودة إلى مناطقهم التي هجروا منها بسبب الدمار وضعف الحال بعد مضي تسع سنوات من النزوح من صلاح الدين براك العال قناة الفلوجة بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا ونذكركم بأبرز عنوينها بعد نحو 180 ساعة على الزلزال عالقون يولدون من رحم الأنقاض والمحافظات المحررة تغيث المتضررين السفيرة الأمريكية تضيف لمساتها على الموازنة العراقية رومانوسكي تؤكد نريد موازنة سليمة تنفع العراقيين تواقع نيابية تثمر قانونا موحدة البرلمان يدمج قانون الانتخابات التشريعية والمحلية وينهي قراءته الأولى للمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وإنستغرام هذا ختم النشر إلى اللقاء